موسيقى السلام عليكم أنا في قمرة القيادة العليا الرافعة عدساني نبدأ مثلا عندنا هذه الأضواء هذا مثلا طقت الزيت أو سفونة الزيت وهذه سفونة هنا وهذه تريد انتزام لفافة الحبل وهذا عندما يكون مشتغل لفافة الحبل الثانية وهذا خاص بالتليسكوب وهذا لنهاية الشوق وهذا وهذا الرئيسي لفافة الحبل الرئيسية هذه الله أعلم هذي كذلك الله أعلم هذي دورة السورة المحرب هذي كذلك الله أعلم تكون ضغط الريحة نأتي له لهذه الأقفة هنا مسحات الزجاج والأضواء وهذا سرعة لفافة الحبل هذا لتشغيل الأضواء التي هنا هنا في قمرة القيادة هذا لتشغيل المبرد هذي الله أعلم وهذا تليسكوب هكذا لخراج الدراع الكبير وهكذا لخراج الأذرع الصغيرة ولكن لتنبيه عند إخراج السهم الكبير يعني وتريد أن تخرج كذلك مع الأذرع الصغار فلا تخرج أولا مثلا الصغار يكونوا علىها كخرج يعني عليك تدخلها ثم تضغطها قد تخرج الكبير وكذلك تدخل الكبير يعني لا يعملون مع بعضهم هذا لتشغيل لحفة الحبل الثاني ولكن عليكم أن لا تضغطوا عليها حتى تكون يعني مركب في الحامل وهذا للمفتاح قفل تشغيل الشانتاج كما نقول هاته الله أعلم هاته لتغلق كل الأقفال لتعمل الأذرع وهذا ليسكتل المحرك هنا عندنا يمين هكذا تصعد السهم وهكذا ترفعه البوم هكذا لإنزال الحبل وهكذا لرفع الحبل كذلك هنا وهكذا ليخرج التليسكوب وهكذا لدخاله وهذه يمين ويسار لدوران الرافعة فالخلفة عندنا عندنا المبرد وكذلك طبعاً عندما تريد أن تخرج السهم تضغط هكذا مثلاً هو السهم الكبير ثم تخرج وتدخل وعند الصغار كذلك تقلب القفل هكذا وتدخل وتخرج إذا كان إذا كان أردت أن تركب لفافة الحبل الثانية بعد تركيبها في الحامل تضغط هكذا فهذه لا تصبح تعمل وإنما تعمل لنزول ورفع الحبل للوقت الحبل الثاني هذا ما عندنا طبعاً نسينا كيف تعمل معالك إلا تدير هذا القفل هكذا فيشتغل حاسوبة الرافعة هنا ننتظر قليلاً حتى يشتغل أول شي تضغط على هذه أفوت كما هو مبين على أوكي ثم تضغط أوكي أيضا هذه لتسكت الصوت وهذه لتبديل عدد لفات الحبل كما مبين رقم ستة هنا وتنزيب تنقص هونغو وليست فيها تأكيد يعني أوكي هذه الأخفال الله أعلم هذا لنهاية الشو كما مبين هنا أيضاً هنا قدرة الرافعة هنا 6% وهنا التنفع الحبل كما مبين 1.8% لأن الذراعة نازلة هنا المدى وهنا الزاوية وهنا قدرة الحمولة وهنا تم تحمل هذه الساعة والدعريق وهذا المفتاح الشنتاج يعني عندها تزيد فوق الحمولة الرافعة يعني عندما تتوقف الرافعة يعني عند حمولتها تزيد المفتاح هذا وتزيد فوق قدرتها هذا ما عندنا إن شاء الله وهذا 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 دو السرع ولا يوجد فيها مكبح دوران بالرافعة يعني عندها فقط السرع وهذه منبهات وهذه الأقفال لا تعمل وهنا هنا وضعه يعني لكي تعمل ولكن نحن ليس مبرمج هنا لأنه منزل يعني عندما تلد تعمل عليك تضغط فقط على القفل هذا وتبدأ تحركها لكن هنا للتنبيه هنا عليك إدارة فقط دورة واحدة ولا تديره للدورة الثانية لأنه لأن المحرك مشتغل من الأسفل فلو أدرته ثاني فسيشتغل المحرك يعني وهذا يكون في ديمارون أو لا أدري ما يسميه بالعربي يعني ستديره والمحرك ضعه إذن فعليك دورة واحدة فقط ولا تدير الدورة الثانية هذا في حالة تقلنا إذا كان المحرك طافئ أما إذا كان المشتغل من التحت عليك إدارته دورة واحدة أما إذا كان تشغلها من فوق يعني عليك أن تدير الدورة الأولى وتنتظر قليلا ثم تدير الدورة الثانية هذا إذا أردت أن توقف المحرك يعني من الأعلى أما ما هو هو يعني مشتغل من الأسفل فدورة واحدة فقط ولا تدير الدورة الثانية نظر 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 مجح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر